السلام عليكم وسهل الخير أيها الناس يا الله وحشني الكلام معاكم بهذه الطريق حسما زمان على الجلسة دي ونفتح موضوع فعلا موضوع يفرق معنا اليوم بعد صلاة العشاء طرى في بالي سؤال السؤال هو متى آخر مرة خرجت من صلاتك وأنت تمنى أنك قدمت صلاة أفضل لله طبعا هذا شعور عظيم جدا يعني أنت ما بيجيك هذا الشعور بعد صلاتك إلا وأنت كنت خاشة في صلاتك يعني كنت تصلي بحضور قلب هذا موضوعنا لهذا اليوم ممكن جدا أن يجي الحين في بالك جواب اللي هو أن كلنا أكيد نتمنى أن نصلي صلاة أفضل لله هذا أمر بديه يعني ما يحتاج فيه نقاش صح لكن هذا الجواب جواب بديهي وسطحي جدا لا نبغى نجاوب جواب يفرق معنا نبغى نفهم السؤال بشكل أعمق كيف بشكل أعمق يعني متى آخر مرة نعيد صياغة السؤال متى آخر مرة صليت لله صلاة كنت حاضر فيها حضور أنت معاهدت على نفسك من قبل كنت حاضر في صلاتك حضور عجيب جدا كنت تستشعر فيها كل حركاتك هذه الحركة وهذه الحركة وألفاظ سورة الفاتحة والتكبيرات والتسبيحات والركوع والسجدات والجلسات استشعرت فيها كل شيء متى آخر مرة وبعد الصلاة بهذا الاستشعار العظيم كنت تشعر بمشاعر عالية جدا بسبب هذه المشاعر العالية تمنيت أني قدمت صلاة أفضل أيها بالضبط الحين كأني قربت لك الفكرة كأنها اتفقنا ليش نسأل هذا السؤال إيش الهدف من هذا السؤال متى آخر مرة صليت صلاة تمنيت بعد هذه الصلاة إني صليت صلاة أفضل أو قدمت لله صلاة أفضل هذا الشعور عظيم جدا لما تصلي شخص ما وقف بين يدي الله خلاص وكان قلبه حاضر جدا قلبه حاضر حاضري يعني نسبة الشروض اللي في صلاته كانت أقل من 1% يعرف إيش ويقرأ يعرف ويسمع إيش الإمام قرأ يعرف إيش قال في ركوعة وفي سجودة يعرف إيش الدعوات ما استثقل وقت الصلاة أبدا ما قال عشر دقائق صلاة العيش يا أخي ما تنتهي وخلاص لا 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 كان قلبه حاضر فعلا استشعر معاني الصلاة كلها حتى انتهت الصلاة هذا الإنسان لما تنتهي الصلاة يعيش شعور عظيم جدا هذا الشعور يخليه يقول يا أخي أليتني قدمت صلاة أفضل لله دام هذا الشعور عندي سؤال هذا كل ما كان حاضر في ذهنك كل ما فرقت معاك مسألة الصلاة بتفرق بتفرق معاك أنا بتأكد بتبغى تجرب أنت الشعور وتأكد جرب كلامي هذا في صلاتك الجاية انت تشوف مقطعي الحين إيش الصلاة الجاية عندك فجر، ظهر، عصر، مغرب عشا جرب كلامي هذا وطبقه وجرب الشعور بعدين تعالي علمني أين كان الوقت اللي تشوف في هذا المقطع خذ المقطع جرب الكلام في صلاتك وحط هذا السؤال في ذهنك وعيش الشعور السؤال هذا عظيم جدا أصلا تلقائيا مجرد ما يكون هذا السؤال في ذهنك متى آخر مرة صليت صلاة تمنيت بعدها أني قدمت صلاة أفضل مجرد ما يكون هذا السؤال في عقلك أنت بتصلي صلاة كذا تلقاي بتصلي صلاة كويسة صدقني لو طبقت هذا كلام تدعيه لكثير أنت الحين وقفت بين يدي الله وهذا السؤال حاضر في دماغك إيش اللي بيصير؟ إيش اللي بيختلف عندك؟ بيختلف أنك بتصير تستشعر معاني الصلاة دام هذا السؤال عندك بتصير تقف بين يدي الله بشعور مختلف بتصير تتأنى في صلاتك بتصير تكبر وأنت تعرف إش أنت جالش تقوله بتصير تقول الله أكبر ما بتصير تقول الله أكبر بتصير تقول الله أكبر ليش؟ لأنك تبغى تقولها بالشكل الصحيح عشان تصلي ذين بتصير تقرأ الفاتحة بشكل مختلف بتصير تفسر الآيات عن بعضها بتصير تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بتصير تقول الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يا مدين بتصير تسبح بالشكل الصحيح وتفصل التسبيحات عن بعضها بتصير تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ما بتصير تقول سبحان ربي العظيم بيختلف معاك الوضع جذريا تستشعر ركوعك سجودك ووقوفك جلساتك كل شيء بتستشعره أخر حاجة أسأل الله أن يرزقنا حبه وأن يرزقنا التلذذ بالقرب منه سبحانه ولا تنسى طبق كلامي هذا في صلاتك الجاية لا تنسى لا تنسى عشان تستفيد صدك ابتدعي لي والله أنا عشت شعور حلو عشان كذا لما عرقت السؤال على مخي استوعبت انه في شعور حلو يلا ارضى للناس قالت السفيد ولا تنسى وطبق صلاتك الجاية والله يسعدكم